أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هي أساس الإنجازات التي حصدتها المملكة في المحافل الخارجية والتأكيد على أن هذه الرعاية الدافع المتين بإعطاء الرياضيين الحافز الكبير لبذل الجهود من أجل التواجد على منصات التتويج وأبحى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تسجيل فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية إنجازا جديدا للرياضة البحرينية يجسد ما وصلت إليه رياضتنا في المحافل العالمية والأوروبية في مختلف الألعاب وشيدا سموه بحصول الفريق على المركز الأول في طواف فرنسا عبر فوز الدراج ماتيش موهوريتش رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز الدراج ماتيش موهوريتش يعزز من المكاسب التي يحققها فريق ويكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في المشاركات الخارجية ويعطي الفريق حافزا في مواصلة حصد الإنجازات الأوروبية التي تمكن من خلالها من حصد العديد من الألقاب في الفترة الماضية وأشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن كتابة أسطر النجاح والإنجازات لمملكة البحرين في الجانب الرياضي هو الطموح الذي نسير عليه لمواصلة جعل علم المملكة الغالية يرفرف في المشاركات الخارجية ويعتبر هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققها الفريق بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والذي يعتبر فيها الجانب الرياضي عنصرا مهما وأشاد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالإمكانيات العالية التي يمتلكها الدراج ماتيش موهوريتش وحصوله على المركز الأول مشيدا في ذات الوقت بجهود الجهازين الفني والإداري للفريق ترجمة نانسي قنقر